الموقف الأخباري من قناة النيل الأزرق حياكم الله قال عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الحسن التعايشي قال إن إنعقاد الورشة الفنية لمؤتمر نظام الحكم في السودان يمثل حق خطوة كبيرة في سبيل الإجابة على سؤال كيف يحكم السودان وأوضح لدى مخاطبته جلسة الافتتاحية للورشة الفنية للمؤتمر نظام الحكم في السودان أوضح أن إنعقاد هذه الورشة يأتي في إطار تنفيذ اتفاق جبل سلام السودان وقال التعايشي إن إصلاح البلاد بالاستفادة من مواردها وسلامة توظيفها عبر مدرسات العلماء ومناقشات الأساتذة مقدم الأوراق والمشاركين في هذه الورشة تابات موضوعية ومنطقية حول ست قضايا رئيسية متعلقة بالحكم في السودان نمر واحد المستويات والهياكل والصلاحيات والتشريعات والعلاقات الأفقية والرأسية في ظل الحكم الإقليمي الفيدرالي التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي بروفاصر صديق طاور بالقصر الجمهوري وفد آلية الرعاة والمرحيل بولاية جنوب كردفان وقال العمدة صديق حامد دريس عمدة الحوازمة أنه قدم تنويرا لعضو مجلس حول المشاكل والعقبات التي تواجه قطاع الرعاة في ولاية جنوب كردفان المتمثلة في نقص المراعي والأمصال واللقاحات والرعاية البيطرية وأوضح العمدة أن البروفا تاور تعهد بحل المشكلات التي تواجه الرعاة وتذليل كافة الصعاب وذلك لتطوير قطاع الرعي والرحل استقبلت هيئة الموانئ البحرية وفدا من شركة هامبورج الاستشارية الألمانية العاملة في مجال الموانئ والتقل وفد المدير العام للهيئة الكاتين أونور محمد آدم سلطان بحضور عدد من المسؤولين بالميناء ووزارة النقل حيث بحث اللقاء سبل تطوير وتحديث عمليات المناولة بالميناء الجنوبي وما يقتضيه التحديث من تجهيزات إضافية كما استمع الوفد إلى تنوير من المدير العام حول الجهود التي بدلتها الموانئ مؤخرا لتطوير عمليات المناولة والعروض المقدمة لهيئة الموانئ البحرية بغرض بناء شراكات مع الموانئ وخصوصا في ميناء دجنة بسواكن استقبلت هيئة الموانئ البحرية وفدا من شركة هامبورج الاستشارية الألمانية العاملة في مجال الموانئ والتقل وفد المدير العام للهيئة الكاتين أونور محمد آدم سلطان بحضور عدد من المسؤولين بالميناء ووزارة النقل حيث بحث اللقاء سبل تطوير وتحديث عمليات المناولة بالميناء الجنوبي وما يقتضيه التحديث من تجهيزات إضافية كما استمع الوفد إلى تنوير من المدير العام حول الجهود التي بدلتها الموانئ مؤخرا لتطوير عمليات المناولة والعروض المقدمة لهيئة الموانئ البحرية بغرض بناء شراكات مع الموانئ وخصوصا في ميناء دجنة بسواكن وقع البنك الزراعي السوداني مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية مذكرة تفاهم تهدف لتحسين سبل كسب العيش بولايات دارفور من اليبناء قدرات النازحين والمرأة الريفية خاصة المناطق التي تأثرت بالحرب وقال مساعد المدير العام للتمويل بدردين عبدالله قال إن البنك الزراعي يحتاج لهذا النوع من الشركات التي تعينه في الوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين ويركز البنامج على تطوير البرامج التقنية وحصاد المياه لتحقيق زيادة الإنتاج ونشر توعية وسط المزارعين لاستخدام التقانات الزراعية الحديثة كان اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الزراعي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وهي منظمة تختص بتوفير الأمن الغزائي للمناطق الفخيرة والبنك الزراعي عموماً اهتمامه بالقطاع التقليدي والتمويل الأصغر يتطلب شراكات زي دي عشان توفر المعينات الأخرى عشان تساعدوا في الوصول لأكبر عدد من المستهدفين من صغار المزارعين والوسر الفقيرة وبالذلك في المناطق التي تأثرت بالحرب والنزوح والميزة الأساسية في هذا النموذج الموقع مع المنظمة العربية الاهتمام بالجوانب التقنية وحصاد المياه دي بتوفر أول حاجة زيادة في الإنتاجية واستمرار لها وفي نقطة الوقت بيزيد ثقافة المزارع البسيط لأنه يستخدم تقاول محسنة وأسودة وبيزيد ليه الإنتاجية بتاعته في نقطة الوقت بتحسن مستوى المعيشة بتاعه وبتعيد ليه والوصول التي تغضع في الحرب وكمان فيه النموذج برضو مضاف له الإنتاج الحيواني حيمنح كل مزارع برضو مجموعة بتاعت أغناء عشان تزيل له الدخل بتاعه يستفيد من المخلفات الزراعية قال نائب مدير الإدارة العامة للطوارئ والأوبيئة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم الدكتور منتصر محمد قال إن السودان لا زال يشهد انتشارا مجتمعيا لجائحة كورونا بتزايد عدد الإصابات والوفيات يوميا وأشار في حديثه بمنصة مكافحة كورونا إلى أن الهند فقدت السيطرة على المرض بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الصحية نحن ما زلنا في السودان بنشهد انتشار مجتمعي حالات تسجل يوميا كل 24 ساعة عندنا حالات وللأسف عندنا وفيات عالميا الوضع مقلق الوضع صراحة وصل لما نراه الآن في الهند لعدم التزام المواطنين من ناحية الاشتراطات الصحية كاملة نحن الآن معولين على وعي المواطن السودان الهدف الأساسي الآن في العمل تجاه تقليل أو منع الحالات من أنها تصل السودان وتنتشر في البلد النوع الجديد نحن شايفين في الهند الآن السرعة انتشاره الكبيرة وتأثيره الكامل على الحياة إذا كان اقتصادياً أو اجتماعياً أو صحياً كلها بتلعب أدواره نحن الآن في رمضان وحني على أواخر رمضان والناس حتفكر في العيد فأرجو أن المواطن السوداني يلتزم في إطار برامج المسؤولية المجتمعية للقوات المسلحة وضم برامجها ومشروعاتها خلال شهر رمضان المعظم دشنت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي مشروع إفطار عابر سبيل وذلك بتوزيع واجبات إفطار لعابرية الطريق بعدد من تقاطعات الطرق وقال ممثل الإعلام العسكري مجدم حسن إبراهيم محمد قال إن المشروع يأتي ضمن برامج القوات المسلحة وتفاعلها مع قضايا وهموم المجتمع خلال شهر إلا أن المشروع درجة القوات المسلحة على تنظيمه سنويا ويستهدف المرضى بالمستشفيات بالإضافة لعابرية السبيل بالطرق الرئيسة مبادرة إفطار صايم لعابر السبيل من القوات المسلحة هي مبادرة تتخذ طابع الرمز باعتبارنا القوات المسلحة هي شريكة المجتمع السوداني في كل المناحي ونحن معلوم كمجتمع السوداني عندنا مشاركات واسعة جدا في رمضان بتتضاعف وبتصهر وكلنا جينا من بيوتات قاعدين نفطر في الشارع وبنقطع الطريق وكده القوات المسلحة اليوم بتشارك عابر السبيل اللي تقطعت بنا السبل وما بيستطيعوا يصلوا يفطروا نحن الليلة بنشاركهم الإفطار وبيكون إفطارنا سوا نحن كقوات مسلحة وكشعب السوداني وشأننا شأن كل القوات النظامية اللي بتدعام مع شعب كل احترام ممكن رؤيتنا نحن كقوات مسلحة هي جيش واحد شعب واحد الكلام ذا الليلة بيكون واضح وباين من خلال المظاهر اللي بنشوفها نحن وبنوزع الوجبة المشروع هو من باب المزولية المجتمعية القوات المسلحة بتقدموا كمبادرة من المبادرات الكثيرة في رمضان إفطار الصايم هي إفطار بيمتد لأيام عديدة بيتناول قطاعات كثيرة من ضمنها الليلة عابرين السبيل بيتناول المواقف بيتناول المستشفيات بيتناول أهل الشأن والفكرة الأساسية منه إنه نحن نحن معكم نحن منكم نحن بكم ونحن من مجتمع واحد نتمنى إنه كل هذه المبادرات تجد التقدير وتجد التوفيق ختم المشاهدين إليكم أسعار العملات الأنيبية مقابل الدنيه السوداني كما ورادت إلينا من بنك الخرطو بهذا الخبر ينتهي الموقف الأخباري أينما كنتم تمنياتنا لكم بضع صحة العافية فمان الله